التقى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمر الصباح مساء الأحد بالوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت والممثل بمكوني المؤتمر الشعبي العام برئاسة الأستاذ عارف أزوكا وأنصار الله برئاسة الأستاذ محمد عبد السلام وفي اللقاء جدد وزير الخارجية الكويتي موقف بلاده الداعم والمساند للمشاورات والحريص على انجاحها مؤكدا أن دولة الكويت ستبدل كل جهدها لتذيل الصعاب وتوفير الاحتياجات للجان تثبيت وقف اطلاق النار كما شدد الصباح على أن الوفد المتفاوضة تتحمل مسؤولية 25 مليون يمني وأن بإمكانها الوصول إلى حلول وإنهاء معاناة الشعب من جانبه جدد الوفد الوطني شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وحرصهم على انجاح المشاورات الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار وأكد الوفد الوطني أن موقفه سيظل كما كان في العمل على انجاح هذه المشاورات التي تصدفها دولة الكويت مشددين على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار بصورة كاملة وشاملة كعنصر أساس لانجاح المشاورات وضرورة تشكيل سلطة تنفيذية توفقية تتولى إدارة شؤون البلاد